ضمن برامج الحكومة المتمثلة في دعم القطاع الصحي من أجل محاربة مرض شلل الأطفال فإن المؤشرات تشير إلى تدني مستوى الإصابة بهذا المرض حول هذا الموضوع عد الزميل محمد عثمان بشير الوراغ التحليل التالية إن جهود الحكومة المتمثل في القضاء على مرض شلل الأطفال بات واضحا للجميع من خلال المجهودات الكبيرة التي قامت بها الحكومة عبر شراكة قوية والفاعلة وما العديد من المنظمات الدولية أبرزها منظمة الصحة العالمية للقضاء على هذا المرض حيث وضعت الحكومة برامجا لمحاربة هذا المرض أبرى المضادات الخاصة بها والتي تتمثل في أدوية كيموية خاصة بالأطفال الذين هم بين السن الصفر والخمس سنوات وتستعمل هذه الأدوية السائلة عند بداية كل شهر طيلة العام منذ سبع سنوات مضع ذلك في كافة الأراضي الوطنية نتائج استعمال تلك الأدوية كانت إيجابية على عية حل ما ترك ذلك العديد من المنظمات الداعمة لهذه الحملة الإشادة بنجاح هذه الحملة وأكد مسؤول أصحة العامة بأن هذه الأدوية لها مفعول إيجابي مع هذا المرض الخطير والقاتل للأطفال وأن مرض شلال الأطفال بات محددا بالاندثار مع هذه الأدوية وباتت البلاد حاليا على وشك الدخول ضمن الدول التي قضت على مرض شلال الأطفال بشكل نهائي بعد معاناة كانت هي سببا مباشرا في إعاقة العديد من أبناء الوطن بفضل تلك الأدوية التي جاءت نتاجا لجهود الحكومة الشادية